افتتح محافظ عمران الدكتور فيصل جمعان واللواء محمد علي الزلب رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني مركز الاصدار الالي للبطاقة الشخصية بالمحافظة خلال الافتتاح اكد اللواء الزلب اهمية هذا المركز الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطنين والتخفيف من وطأة المعاناة التي لاحقت بهم عقب استهداف طيران الادوان السعودي مركز الاصدار الالي السابق وتسبب في تلف كل الوثائق والارشيف والاثات في اطار مخططه لتدمير البنية التحتية ومقدرات الوطن